تعالوا بقى نتكلم شويتين تلاتة عن الوجع الوجع ده يا سادة حاجة كده مش عارفين لها كتالوج او الله يعني تلاقي واحد متوجع من كلمة واحد تاني متوجع من حركة من واحد واحد متوجع من سلوك ايه الحكاية محدش عارف بس احنا كلنا مشتركين ان الوجع بيجي وبيزيد وبيشتد من غير ما نقدر نسيطر عليه وساعات بنتكسف من الوجع فنسكت وما نقولش ان الوجع موجود بس اللي احنا هنتفق عليه ان الوجع ليه اسباب وليه مصادر الوجع ليه اسباب وليه مصادر من مصادر الوجع مصدر حضرة النبي بينه بس حضرة النبي علجه وهو مصدر الفقد ان الوجع بيجي لما واحد يفقد حاجة عزيزة عليه او حد عزيزة عليه يفضل هو حزين ومش قادر ومش قادر يفهم ان كل حاجة لها دور مفيش حاجة بتفضل كل شيء بيهلك الا وجه الله سبحانه وتعالى هو الذي يبقى هو الوحيد هو الواحد سبحانه وتعالى الذي لا يفنى فلما يحصل فقد يتوجع يتوجع ليه؟ يتوجع عشان ما قالت الدكتور عودة لما قالت انه هو حاسس انه هو مخرج ربنا من المعادلة فلما يحصل فقد لما يحصل فقد يحصل له وجع يحصل له احساس بانه بقى الوحده وان الوحدة دي مؤلمة موحشة بتخليه خاف بتهدد له الامان فيحصل الوجع السبب التاني او المصدر التاني من مصادر الوجع هو الحرمان الحرمان ان هو يحس ان في حاجة منتظرها ومنتظر تيجي وما بتجيش هو ما كانتش حاجة عنده وفقتها زي مثلا حبيبه زي والده زي والدته زي اخوه زي حبيبه لا ده هو فيه حاجة ما جاتلوش فيحس ان هو متوجع ليه؟ هو انا فيه حاجة غلط هو انا ليه اقلي من غيري؟ هو ليه انا بيحصل لي كده؟ وما بيحصل ليش لحد تاني هو بقى كذلك ده مصدر للوجع المصدر التالت للوجع ودوله اشهر تلت مصادر للوجع المصدر التالت يبقى احنا عندنا مصدر الاولاني الفقد والمصدر التاني الحرمان والمصدر التالت الغدر احنا بنرفع سقف توقعاتنا في البشر لغاية ما نخلي البشر عارفين كل حاجة وزي الملايكة فلما ييجي حد يخضر بينا نحس ايه ده؟ انا موجوع انا بتكلم مع الدكتورة هودا قالت لي احنا ساعات بنستأنس بالوجع عارف ايه؟ العرب عندهم حاجة مهمة جدا جدا في مسألة الوجع ان بعض الناقة لما تكون عندها جرب تفضل تحك في الشجرة عشان تحس بلزة ايه؟ عشان هي وبتحك تحس بلزة بس اللزة دي دامية في بعض الاحايين احنا بنكون مبسوطين ان احنا عندنا لزة الوجع ده لان نفس الامارة بالسوق بتروح دخلها في النص كده وتقول لنا بتقول لنا كلام بالنساء احنا انت اذا توجعت يبقى انت انسان وسعدت يبقى انت اللي بيوجعوك مش بشر لكن لو بصينا كده في اول سبب من اسباب الوجع وهو الفقد ايه الفقد؟ الله لطيف بعبادي فليه الفقد يعني يبقى انت مخرى ربنا فيه في المعادلة فتحس ان انت ما تقدرش تعيش وتذوق حلوة ايه؟ وهو معكم اينما كنتم ايه اللي فقدته؟ فقدت مين؟ ماذا فقدت اذا كان الواحد معك؟ يبقى انت فقدت ايه؟ انت جعلت الله اهوى المصاحبين؟ جعلت الله اهوى صاحب عشان تتوجع بهذه الطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها اصبر يا امرأة هو عايز يقول لها ايه؟ اصبري لان ومن يصبر يصبره الله يعني ايه؟ يارى الله هو الذي اطعمه الصبر والتاني اللي بيشوف ان مصدر وجع الحرمان الحرمان ايه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون يعني ما فيش وجع ما فيش وجع طب وبتاع الغدر بتاع الغدر اذا كان غدر بك الناس او حصل لك اذا من احد فانت مع الاحد سبحانه وتعالى واذا كان الناس يخدرون فلابد ان تعرف ان الناس اذا غدروا الجاؤوك الى اللطيف الذي يتودد اليك دائما وعشان نعالج بقى الوجع ده هي حاجة واحدة عاد جنة بيها اجراءات كتيرة الحاجة هي ايه؟ لن تستطيع ان تعالج الوجع حتى تعيش بالحقيقة ايه ده؟ هو انت بتدعي ان الوجع وهم؟ اه انا بتدعي ان الوجع وهم والدليل على ذلك لو كان الوجع حقيقة كان كلنا لازم نتوجع بنفس الدرجة لما نتعرض لنفس المسألة اما المين اللي بيخلينا نتوجع بدرجة النفس؟ طول ما انت ما عندكش سمود نفسي طول ما عندكش مناعة نفسية طول ما الوجع يتحكم فيك ولذلك لو كنت محبا لله اسمع عزي العلامة من علامات صدق الحب يعني من علامات صدق حبك لله ان يخلصك من الوهم فتتخلص به من الهم يبقى اول حاجة هتخلص بيها من الوجع والهم هو ان تتخلص من الوهم اول وهم عندنا اني انا اعرف نفسي اكتر من اي حد والحقيقة اننا لا اعرف نفسي اكتر من احد سبحانه وتعالى الحاجة التانية انا دايما بقول اني حياتي ملكي ومش ملكي احد لا حياتك من لطف الله انها ملكي لاحد مش ملكك الوهم الثالث اللي لازم اتخلص منه ان الانتقام من اللي غدروا بي يريحني والحقيقة ان الانتقام من اللي غدروا بيك يستهلك حياتك في الوجع والتجريح وتبقى الخلاصة لو عايزت يعالج الوجع هقولك شوية اجراءات اول حاجة لما يجي لك الوجع قول عشر مرات الحمد لله على نعمة الحياة في حضرة الله عشر مرات وبعدين الاجراء التاني اوعى تخلي يوم من ايام حياتك يخلو من انك انت تقول يا لطيف يا واسع يا حفيظ ميت مرة عشان ده بيطيب الخواطر تالت حاجة ابدأ برنامج لما تكون واجع اسم ابدأ برنامج انا بسميه انا سعيد بالصباح الجديد بيتكون من ايه من انك تغير حياتك الرتيبة بانك تبدأ اليوم بالرياضة عشان تحس باني العالم كله بيتحرك وانت لازم تتحرك بعيد عن الوجع تاني حاجة شارك حد في عمل تخفف فيه واجعه تالت حاجة اكتب ديوان تكتب فيه اللحظات السعيدة بتاعتك خامس حاجة اتخلص من عادة سيئة عندك لان كل ما تتخلص من العادات السيئة النفس لما تيجي تريح على الوجع ما تلاقيش وتعالوا مع بعض الرد تأبيات انا بحب اقولها بحب اقولها عشان دي بتفتح نفس الواحد بتخرجنا من الواه الى الحية بتقول ايه الابيات بتاعتي اياك تصدق كتب الوجع والقلم ان الحياة بتموت وان السعادة تعجز وان الفرح اتخنق وان السعادة تعجز لما الزمان بيفوت وان الزمان والشكالح مليان سواد والهم فيه مكبوت كل الاكاذيب دي يا صاحبي تدوب لما ييجي الصبح وفي ايده طبق القوت كل يوم الصبح ييجي وياشا تتفرح شنطة هدايا وحنان تداول لتجرح يمسح بنوره وفق قلوب المحتاجين يطرح منح الصبح يا صاحبي مش مجرد نور الصبح باب جديد للحياة وتفتح ايه اتفتح بفضل الفتاح سبحانه وتعالى اراكم بعض الفاصل عشان استقبل اسئلتكم في انتظاركم